موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أينما كنتم نتكلم اليوم مع الشباب حول قضية هامة في إطار المجتمع اليمني قضية وعادة من العادات السيئة التي يتناولها كثير من اليمنيين تصوروا أن اليمنيين ينفقون عليها مليار ومئتي مليون دولار سنويا تلتهم من دخل الأسرة اليمنية ما بين الستة والعشرين إلى ثلاثين بالمئة من يأكل القات أو هذه العادة ويمارسها وهي القات من يأكل القات بصورة مستمرة على مدار سنة فإنه يأكل مع هذا القات ستة كيلو من الغرامات من المبيدات الحشرية نتكلم عن القات مع الشباب في الإستوديو وكذلك الدكتور حميد زياد رئيس أو الأمين العام لمؤسسة يمن بلا قات أهلا بكم جميعا أهلا دكتور هياكم الله يا شباب حقيقة نحن نتكلم عن هذه الظاهرة وهي ظاهرة وعادة سيئة ونحن نتمنى أن نكون نواة لقلعها وإبعادها من هذا المجتمع اليمني العظيم الذي تميز دون غيره حقيقة نبدأ من مسألة أضراره أول شيء هل أنتم تؤمنون معي أن هذا القات هو ضرر أو ما زال المسألة فيها أخذ وعطى بالنسبة لكم أسمع عرائكم عبد الحكيم المطري نظرتي يلقى طبعا عادة سيئة في المجتمع يجب أن نحاربها أتمنى الدكتور اليوم يتكلم عن كيف بدأ دخوله في اليوم لأنه عادة ما كانت فيه أساسا أحسنت تفضل بسم الله الرحيم كمال ناجي بالنسبة لمشكلة القاتة أنا أرى لها أنها مشكلة قومية مشكلة على مستوى الوطن يعني إذا جيت تعد مشاكل الوطن الكبرى وتطرح العشر المشاكل الكبرى لا بد ما تطرح القاتل واحدة من هذه العشر المشاكل الكبرى مشكلة تؤثر على دين الناس يعني وبقية الأضرار أنت متفق معي أنه ضرر نعم متفق أنها مشكلة قومية جميل مشكلة من مشاكل البلد القومية كذلك يعني متفقين تقريبا على حول هذه القضية أو عندكم قول آخر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم علي ناصر عبد الله طبعا ألقات لو جينا نظر إلى أضراره فيه متعددة من عدة جهات أضرار الصحية يعني تتفق معنا أنه مضر أكيد مضر هل فيه منافع؟ لا لا يوجد فيه أي منفع نهيا أضراره أضرار كارثية يعني صحي دي اسمه اقتصاديا اجتماعي بشكل عام بشكل عام دكتور ألقات دخوله لليمن وصوله أثره يعني وضعه في اليمن بالضبط كتوصيف ثم سننتقل بعدها إلى مسألة الأضرار طبعا ألقات في عدة نظريات حول دخوله لليمن يقال أنه بعض الأشخاص يقولون أنها نباتة برية نشأت وعرفها الناس مثلها مثل غيرها ثم عرف الناس تأثيراتها مثل كثير من النباتة الذي ممكن تعمل في نباتة نعرفها الآن تعمل نوع من التخدير يعني موجودة في الفيلم وهذه يمكن كانت واحدة من النباتة التي موجودة لكن في كثير في نظرية أخرى يقول أنها دخل في مع مع الأحباش الذي كان يعني في نجامل الحبشة وفي أيضا نظرية أخرى تقول أنه دخل في يعني قبل حوالي سبعمائة سنة تقريبا سبعمائة سنة و الدليل على ذلك أنه بدأ الناس يتحدثوا عنه تحدثوا عنه العلماء والكذا يعني أحمد بن علوان و كثير من العلماء من قبل أحمد بن علوان أيضا تحدثوا في فترة زمنية كان من قبل ما حد تحدث عن القاتل ولا حد ذكر الأسمى القاتل فمعناته أنه صار مشكلة في هذا الزمن معناته أنه جاء في هذه الفترة قبل حوالي سبعمائة سنة تقريبا وتقريبا هي الأقرب للحديث لأنه كثير من الأمور من العلماء الذي نتكلم حولها في هذه الفترة في هذه الفترة هو دخل لكن كيف دخوله هذا أمر طبعا مثل ما قلنا عدة نظريات بعضهم من الأحباش بعضهم قالوا أنها من نبات برين و إلى آخر لكن على الغالب أنها أتت من الحبشة في الغالب أن هذه النبتة أتت من الحبشة و بدأ الناس يستخدموها ولذلك أحمد بن علوان من رسالة لأحد الأئمة في عصره في الصليحي أعتقد في عصر زمن الصليحي أنه يعني هذا اللقات كارثة و ضيع دين الناس و إلى آخره فيهيب به أن يكون له دور في محاربته أو في منعه طبعا رأي كثير من العلماء السابقين يتحدثون عنها و إن كانت هناك من يهوى أن يقتضب كلاما لبعضهم يؤيد هذه الشجرة و غير ذلك لكن حقيقة نحن اليوم نتكلم عن شجرة أصبحت جاثمة فوق صدور اليمنيين منعتهم من كثير من الأمور الحضارية و الوصول إلى غايات سامية يعني في إطار المجتمع و في إطار النقاء الاجتماعي و السلم الاجتماعي أنا أنتقل إلى الشباب وأسألكم في نظركم ما هي أهم الأضرار الموجودة في هذا القاتل فضل درح ما أنا أحمد محمد الصادق أنا أتكلم من ناحية دينية أنه يضطر بعض الأشخاص تأخير الصلوات عن نقطة بسبب القاتل عشان يكمل وقت القاتل بعد ذلك يصلي الصلوات جمعا كظهر أو عصور فهو مؤثر على دين الإنسان من هذه الناحية تأخيره للصلوات تأخيره العبادات بل قد ربما يصل إلى بعض المحرمات و غيرها كذلك أخوكم ناصر بحاج أحب أتكلم عن موضوع من ناحية بعيدة عن جانب الديني لأنه قد يجادل بعض في هذا النقطة بحجة بعض الأرى الفقهية المشهورة اللي ممكن تكون لها مبرر في جانب تحليل القاتل لكن الجانب اللي لا يختلف عليها إثنان في الوطن المجتمع اليمني هي مشاكل القاتل الأخرى الاقتصادية والإدمانية اللي قد تصل لبعض المشاكل الأسرية و ضياع الأموال و ما إلا ذلك التي قد تنتج من وترتب على هذه المشكلة أو مشكلة القاتل المشكلة الاقتصادية لا تخفى على أحد المشاكل الأسرية التي تقع في البيت بسبب هذه النبتة وحرمان بعض الأسر مقوتها اليومي وحرمان بعض الأبناء من حقوقهم بسبب أن الوالد أو الوالدة تخزن يعني هذه مشاكل اقتصادية يعني عندنا الآن الشيوي يقولون أن هناك مشكلة دينية ونحن الآن المشكلة الدينية التي يقصدها الأخ باعاج هي مسألة الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا شك أن نحن بهاجة إلى اجتهاد جماعي في هذه القضية و أضراره أصبحت مستفيضة و لو أتيت بشيء آخر ليس موجود عند اليمنين و قلت له هذه الأضرار أظن أن العلماء لن يترددوا في الحكم عليه على بيناتهم بصيرة أنا أنتقل إلى الدكتور دكتور يعني وأنت صاحب مؤسسة يمن بلاقات يعني أضرارها التي رسدتمها و التي كانت نتاجها أن تؤسس هذه المؤسسة تفضل أكبر مشكلة الآن نعاني منها في اليمن أن الناس لا يعرفوا بحجم هذه المشكلة و السبب هي الألفة نحن نبتنا في يمن كله قاد الأب يخزنه و أم تخزنه كذا كلها و الجيران يخزنه و يعمل في الأرض فشعر فنما هذا التصور عندنا الخاطئ و اكتسبنا عادات هي الواقع يعني حتى من الناحية الشكلية سيئة بل واحد لما يخرج إلى الخارج إلى السوق و وجد طعام يستحي أن يأكل الطعام حتى في الشارع يعني حينا يصير في حياة بينما الذي يخزن يأتي لا يستحي أن يكورها و في الشارع و سجر بجانبها و كان الأمر طبيعي مع أنه طبعا المنظر مقرف أيضا لما يكلمك يعني أنا بقول من الناحية الشكلية لما يكلمك المخزن يعني أنت قد حصلت واحد لو أني عطست الآن و صار حتى رذاذ العطس رذاذ قطرة إليك كيف عد أستحي و أجر المنديل و كذا و أقول آسف تعتذر و لكن يجلس بجانب مخزن و هو مكور هذا الكلام يعني أنت تنفذ البقايا منه و هو لا يشعر ولا يقول لك حتى آسف ولا يعرف و كان الأمر طبيعي عنده و كذا و هذا حصلت كثير جدا أنا كنت قبل فترة عنده واحد و إذا واحد بجانب الطاولة بيكلم الشخص و شفت الطاولة قد نصفها خلف من حقه و لا شي عادي طبيعي و قام مترك الأمر يعني لا يعني يعني في مفاهم القات أدخلها غير الناحية النفسية غيرت سلوك أيضا الذوقية الغير كل شيء غير في حياتنا كل شيء يعني تصور كيف يغير القات في حياة الإنسان من أول إلى آخر من الصباح حتى المساء ألقت لأنه ألقت طبعا في مادتين اسمها مادة الكاتين و الكاتينون الكاتينون و الكاتينون هذه المادة هي طبعا الله سبحانه وتعالى وضع في الجسم البشري كل الخلايا مترابطة إلا خلايا الدماغ لحكمة أرادها لأنه لأنه تنضلق منها إشارة عصبية كهربائية لو كانت مترابطة خلايا الدماغ لما استطعت أن تمسك كوب من يعني أشبه بشرط يعني سيحصل أي سيتشر وتنتفض كلها لكن جعل الله سبحانه وتعالى مادة سائلة بين كل خلية و خلية رابط بين الخلايا هي المادة السائلية أين يأتي هذه المادتين الخبيثتين هذه الذي في القاتل أن تترسب تترسب في حول الخلية هذه هذه طبعا ينتج عنها أضرار كبيرة صحية جدا بسبب الترسبات هذه ينتج عليها أولا أن الارتكاسة الطبيعية حق الشخص الطبيعي يعني مثلا أنت إذا شفت خطر وأنت تسوق السيارة على دور رجلك تمسك البريك لو كنت تسوق تقود سيارة تقود السيارة وهذا طبعا لها تأثير كبير جدا يعني على حوادث المروف في اليمن فلما أنت تقود السيارة في الشكل الطبيعي على طول بتضرم المخزن تتأخر عنده هذه الارتكاسة إلى ثلاث إلى أربع ثواني وهذه الثلاثة لبعض ثواني ممكن تودك في داهية وتودك وهذا الذي يحصل في كثير من الناس أشياء الثانية الكارثة الكبرى الكارثة الأخرى أيضا أنه لما أنت تتكور أنت عندك وتصير عندك سطان وهذا أنا قد لاحظته وأنا في الطوارئ وجدت مرة جات سيارة بيجو كاملة ماتوا اختناقا ليس من الصدمة يعني حصل الصدام لكنهم حصل الصدام صاروا في قومة في غيبهم فدخل ما اسمه محتوى أثنهم إلى الهوائية الهوائية فكنت أنا يعني أسحب الفضلات من فلم أستطع أنقذ ولا واحدا منهم لأنهم كانوا في حالة طبعا اختنقوهم بعيد ونقلوهم حتى وصلوا فوجدت ما كان إلا في الرمق الأخير وقدوا بيعمل كذا فكنت شفت إيش الأسباب هل في نزيف ولا أجد إلا أن القات كان السبب الذي كان في ثمهم قتلهم طبعا ألقات يعني مجملا يعني باختصار الدين جاء للحفاظ على خمس كليات هي النفس والدي والماء والعقل والعرض والنسل يعني هذا يسميها كليات الخمس الكليات الخمس القات يأتي يدمر هذه الخمسة الكليات بكل فضاعة حل ما فيش واحد نحن ستتكلم حول هذه النقاط الثلاثة بشكل عام لكن نرجع إلى الشباب إضافتكم يا شباب في مسألة الأضرار طبعا النواحي الاجتماعية النواحي الأخلاقية وغيرها أكيد لها متعلق في هذه القضية تفضلوا ممكن نقول أني ألقات يعني أدخل مفاهيم خاطئ زي ما أكد الدكتور يعني أنا ما أقدر أذاكر إلا لما أكون مخزين هذه سيأتي حديثنا عنها في حديثنا الآخر يعني مفاهيم الخاطئة لكن بالنسبة للأضرار يعني من الناحية الصحية من الناحية الأخلاقية حول هذه المسائل هل أنت تشعر شعور عادي ليس عن باحث والاستقراء من ناحية الاجتماعية مثلا معاي زملاء مخزين في الله وفي غير مخزين يعني لما أسألتهم يعني غير مخزين قالوا يعني من ناحية الاجتماعية الغير مخزين يعني يكون منعزل عن المجتمع يعني مثلا زواجات لا يحضروا كثير يعني هو أصلا لا يذهب لزواجاته لأنه بعد يكون فيه المجهين طبعا هو العكس طبعا طبعا هو الآن الكثير من هذا العكس لأن الألقات يسبب حالة من الانفصال تؤدي إلى إنعزال الشخص هو يقول هكذا لا لا هو يقول أنه عندهم مفاهيم أنه الشخص الذي لا يخزن الذي لا يخزن يكون منعزل مش كذا لا العكس هي العكس تماما لكن الناس أخذوها بهذا الطريقة لأنه يأتي فترة من الفترة إذا وصل الشخص إلى أنه يصير عنده الإفصام الشخصية يشك في من حوله بل يشك في زملائه بل أيضا في حوادث من قام قتل زملائه كلهم في مجلس واحد وهو تحت تأثير الألقات تحت تأثير الألقات لأنهم يقول لأنه طبعا يصير يشك فيهم أنهم يتآمروا على قتله وأي اثنين يتكلموا مع بعض معنات الحديث موجه إليه أنا أقتلهم قبل ما يقتلوني أسبق الأحداث أسبق الأحداث إذن يعني العزلة الاجتماعية يعني بالمناسبة على ذات النقطة هذه أنا أعرف شخص من أقاربي كان مخزنا ومخزن لفترة طويلة جدا ترك التخزين الحمد لله تركه وابتعد عن هذه العادة السيئة وأصبح طريقا منها يتكلم أهله وزوجته تقول نحن ما عرفناها فلان إلا من بعد أن تركها قال ما كان يأتي يوم يعني ما كنتش تتصور يوم من الأيام أنه مثلا يلاعب بناته ويحملهم على ظهره ما كان ماشاء يعني البروغرام حقه مش موجود في هذا المسائل في وقت تنين نعم وقت التجهيزة كذلك من ضمن الآثار والأضراط فضل يقال بأن القاتل من الشط لكن أنا ما أدري كأنني أتلمس كسل في المخزنين انعزال ويروح مكان الوحده وبعدين خلاص يبدأ يمارس العادة هذه صحيحة الإنتاج يعني الإنتاج ضعيف جدا جدا وأظن الدكتور يعرف كم محصلة القوة إنتاج المخزن في الوظيفة العامة أخذوا إحصائيات كم ينتج المخزن كم يكون يعني أخذوا على مجموعة مخزنين ومجموعة غير مخزنين فوجدوا أن الشخص المخزن في المتوسط طبعا قد يكون فيه واحد ينتج أكثر يعني ما لكن في المتوسط لا يتعدى خمسة وعشرين دقيقة من الستة الساعات يعني هو مدوم ستة ساعات أي خوة إنتاجه خمسة وعشرين دقيقة أي خوة إنتاجه لا تزيد عن خمسة وعشرين دقيقة هذا الذي يقول لك أنه ينشطني يلقاه يدمرك تماما أنا واحد من القضاء قال لي من أنزه القضاء نعرفه قال لي عندما أخزن أنا أخذ الملفات وأصفيهم كلهم الصباح قلت أي تمام والصباح قال أشوفهم ولا فيه واحد منهم صحيح كلهم خطئ كل الأحكم خاطئة أولا إن تنشط وعمل في فترة نشوته فتكون كل النتائج خاطئة كلها لأنه ما عنده المحاكمة في عقله ما عديش صحيحة قوة الفصل العقلي ليست بذلك المقدر كذلك تفضل مرة زارنا الدكتور الحمادي الله يرحمه كان عايش في الإمارات قال جئت من قوم يضيعون أوقاتهم إلى قوم يقتلون أوقاتهم تصور نسبة كبيرة من الشعب من بعد العصر إلى بعد المغرب إلى بعد الإشااء يعني أوقات متفاوتة هذه كلها هدر تصور الطالب متى سيقرأ طالب متى سيذكر المثقف متى سيقرأ الكتب مثلا العامل متى سينتج شعب شعب بالكامل شعب بالكامل بعد الظهر في حالة حطالة لك بعد ذلك أن تحسب ما هي الآثار الاقتصادية لك بعد ذلك أن تحسب آثار الانتاج لك بعد ذلك أن تحسب التخلف الذي نعيشه ولذلك قالوا عندهم مشكلة في اليابان مشكلتهم أنه هناك كيف نقنع الموظف أنه يقبل بالعطلة بالإجازة كيف نخرجه المصنع يصير يستريح ويا الله ونزوله الكتب ما لا يجيد فينا الراحة لا يجيد فينا العمل إحنا هنا محتاجين نقنع الناس بالعمل يعني شوف الله أصبحت الفارقة كبير جدا بالمناسبة ونحن قبل أن نأخذ فاصلا 20 مليون ساعة ساعة عمل يوميا تهدر بسبب مجالس القاد يعني تهدر 20 مليون ساعة تخيل 20 مليون ساعة نستطيع أن نبني وأن نشيد وأن نعيد وأن نرمم وأن ننطلق إحنا حسبنا على أساس أنه 8 مليون مخزن وضربناها في 4 ساعة طلعت 14 مليار و 650 مليون ساعة في سنة الله أيها قيمتها يعني لو عملنا الساعة بـ 100 ريال قيمتها 2 تريليون تريليون وكذا كسر مليون يعني لا شك أنها قوى مهدرة وأوقات مهدرة وطاقة يعني مثل ميزانية الدولة أضعاف أضعاف مضاعفة أيها يهدروها هؤلاء المخزن الشباب للأسف الشديد يعني مع أن مجتمعهم بحاجة إلى هذا حقيقة الحديث عن أضراره وعن الأرقام التي وصلت إليها الأبحاث كثيرة جدا نستأذنكم في أخذ فاصل قصير ثم نعود مشاهدنا الأعزاء فاصل قصير ثم نعود للحديث عن هذه الشجرة وعن هذه العادة السيئة نتمنى أن نتعاون جميعا في تركها تابعونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة